اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعي وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وطبعا في هذا البرنامج مثل ما عودناكم نفتح أفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم مقترحاتكم ملاحظاتكم كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في مستشفياتها الأربعة أو مراكزها مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في جغرافية دبي وأيضا المراكز الصحية المتخصصة أيضا يعني أنا كنت أقرأ بعض المساجات قبل البرنامج عن هناك بعض الملاحظات وبعض الأشياء أنا أتمنى أنه اللي عنده أي ملاحظة اليوم يتواصل معانا على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة وأيضا موجودين معاكم على أكاونت نور دبي عبر الإنستغرام لايف وهني علي البقيش يقول تحية شكر وتقدير للعاملين في هذا البرنامج الرائع والهادف فعلا شكرا لك علي وأيضا موجودين على أكاونت هيئة الصحة بدبي دي اتش اي أندرسكور دبي إذن تمنياتنا لكم إن شاء الله بقضاء حلقة ممتعة معانا في هذه الساعة الإذاعية قبل ما ناخذكم على خبر اليوم نطلع مع أسمى الجناحي أسمى بتخبرنا عن جديد الإعلام الاجتماعي عبر صفحات وحسابات هيئة الصحة بدبي صبح شاء الله بالخير أسمى صبحكم الله بالنور رسول وخير محمد اليوم وحيد والله دام أنت وياي أنا مو بوحيد ما علي تفضل لي يا أسمى شو عنا من جديد اليوم أخي نقول لكم آخر الأشياء اللي حدثوا في السوشيل ميديا أمس كان عندنا تركيز كبير على الزهايمر وفاذب أقول لكم بس معلومة وحدة أو بعض المعلومات أن نحب النور يا جماعة أن كبير السن تشوفوا تصرفاته يمكن يكون مثلاً مصاب زهايمر أو غيره والمرض يطيب بشكل عام اللي فوق الخمس ستين فلتقوا هذا عمره وتصرفات بناءاً عن العمر لا إذا لاحظتوا شي تغير في كبير السن ودوا للمستشفى لو طبيب طب الشيخوها وهم طب الشيخوها من بعد ستين سنة هاي بس يعني نصيحة بي تقولها للناس غير هذا الحكلة ممكنها على شرب الماي صح أن الجو بدأ يبرد لكن الماي بعد مهم وأيضاً قطاع الرعاية الصحية بدأ بتدريب كل الطاقة اللي عنده على أجهزة فحص السم للأطفال من سنة الولاد إلى ستنوات وهذا رح يكون من ضمن برنامج الفحص المذكر عن الإعاقة السمعية ممتاز جداً وآخر رسالة هي رسالة صباحية لا تفكر في المخاوة والعقبات بل تفكر في النجاح والفرص فطريقاً تفكيرك تحدز مستقلك البارحة العيادة الذكية عن شو كانت اسمه؟ عن الزهايمر عن الزهايمر نفسه وإن شاء الله شو مخططي لنا حق الأسبوع القادم؟ ولا بعدكم؟ لا هو موجود في الددول وحقيت عندي بس يعني توقع بيكون عني قلب بمناسبة أن القلب العالمي بيكون على آخر الشهر فيمكن تكون نصائح مركزة عن القلب والحفاظ على القلب السليم ممتاز جداً نتمنى لكم التوفيق اسمه وذكرينا بحسابات هيئة الصحة حسابات هي علت فتر انستجرام سنابتات بريسكوب هي دي اتش اي اندرسكور دبي أما على فيسبوك ويوتيوب ولنكدن هو دبي هستر شكراً لتش يوم تسعيد إن شاء الله شكراً إذن مستمعين نحن متواصلين معاكم عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي أيضاً بالإضافة إلى حسابات هيئة الصحة نذكركم نحن بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 يقول تعتبر السمنة من أهم المشاكل التي باتت تهدد حياة الكثيرين في أيامنا هذه ووفقاً للإحصائيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية فقد ارتفعت معدلات السمنة لأكثر من الضعف منذ عام 1980 وعام 2014 باتت تلك الظاهرة تهدد حياة أكثر من مليار وتسعمية مليون شخص أي أكثر من ثلث سكان العالم لذا يسعى العلماء باستمرار لإيجاد حلول فعالة وجذرية لمحاربة هذه المشكلة طبعاً في أحدث الخطوات العلمية لمحاربتها أكد علماء من جامعة كولومبيا الأمريكية أنهم توصلوا إلى تطوير لصقات طبية نانوية قادرة على خفض نسبة الدهون الضارة في الجسم وذلك بفضل المواد التي تحتويها والتي تحول الدهون البيضاء إلى دهون بنية كتلك الموجودة في أجساد الأطفال حيث أكدوا أن تفعيل هذه الدهون البنية في الجسم يساعد على حرق الدهون المضرة ويسرع من عملية الحرق الأمر الذي ينعكس إيجاباً على صحة القلب والشرائين والكبد والعديد من الأعضاء الحيوية أضاف العلماء أن غالبية الأدوية المخصصة لمحاربة السمنة الموجودة حالياً تسبب أو تتسبب بشكل أو بآخر بأضرار جسيمة للأعضاء الحيوية كالكبد والكلة لكن التجارب التي أجريناها على الحيوانات المخبرية أثبتت أن اللصقات الجديدة التي طورناها آمنة تماماً وقادرة على إعطاء أفضل النتائج في فترة لا تتجاوز أربع أسابيع بعد بدء الاستخدام شو رايكم في هذا الخبر؟ يعني خبر صراحة إذا بالفعل تم إنتاج هذه اللاصقات على النطاق الواسع وبيكون بالفعل مثل ما ذكروا العلماء أنه بتحارب السمنة أعتقد أنه بيكون خبر الموسم إن شاء الله ويدين بيستانسهم من وراء هذا الخبر دعوة اليوم يا رب سر خاطري أرح قلبي أشرح صدري أسعدني يا الله بما هو خير لي من أمنياتي ودعواتي شكراً للمتابعة واطف فنرجع للخبر مالنا خاص بالسمنة يسعد صباحكم جميعاً طبعاً ها المسجات كلها مسجات الصباح شكراً لكم اللصقة هذه خاصة بالسمنة يعني إذا كانت بالفعل مثل ما يقولون أنا أعتقد أنه بتعالج مساءل كثيرة ولكن تبقى أو يبقى نمط الحياة الصحي هو الأساس يا جماعة الخير الواحد يحاول قدر الإمكان أنه يبتعد عن أو ينظم أكله ويبتعد عن بعض الأسلوكيات الخاطئة يلعب رياضة يعني ما ممكننا مثل أيمن أيمن ما شاء الله ما أدري شو في بطنه كثر ما يأكل ما يمتن زيه لكن يقول أيمن أنا يومياً عندي صبح أسبح ساعة كاملة فماشاء الله عليه يعني عموماً نسيت إن شو كنت أبغي أقول أيمن والله كان في موضوع واحد ممكن تبغي أعلق عليه في هذا الخصوص موضوع السمنة هي يقولون أنه يعني النسبة اللي موجودة كبيرة جداً ثلث سكان العالم يعانوا من هذه المشكلة هالبارحم طرشيلية مثل دعابة الزوجة تقول حق ريلها يعني أنا أبغي أتبرع بملابسي القديمة هذه خلنا نتبرع فيهم فقال للزوج لا ما يحتاجي حرقيهم قالت الحرام عليك يعني شكاية حرق هذه الملابس يعني ملابس ونعمة الله حرقة لا نتبرع بأحسن قال لا لا تحاتين الفقرة والمساكين يعني اللي بيكونون بحجمش أكيد هم منفقرة ومساكين فحرقيهم أحسن عموماً نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم على موضوع مهم جداً بتكون معانا الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز ملتقى الأسرة فاصل وراجعين صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم وسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي إذن وعدناكم قبل الفاصل إن شاء الله ما نستقبل معانا في الستوديو الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز ملتقى الأسرة ما نتحدث عن المركز والرعاية الفائقة اللي يقدمونها للمسنين صبح جرلا بالخير دكتورة صبح النور يا هلا أيضاً أرقام التواصل معنا 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4-006 التقدم الهائل اللي حققته مؤسساتنا ومنشآتنا الصحية ينعكس مباشرة في ارتفاع متوسط أعمار المسنين من 53 قبل قيام الاتحاد إلى 76 سنة حالياً هذا المتوسط الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط هو أحد أهم المعايير المفاضلة بين دول العالم وأحد القياسات الدولية الرئيسية اللي نتعرف من خلالها على مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية اللي يتم توفيرها لكبار السن طيب إذا كان التقدم اللافت والمميز اللي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد تم تأسيسه وفق استراتيجيات ومنهجيات عمل والتزام بالمسؤوليات فإن هذا التقدم نفسه استند على خطط خاصة بالرعاية الصحية والمجتمعية أيضاً إلى منظومة القيم اللي يتسم بها مجتمعنا اللي يعني يرتبط بالتقاليد العريقة اللي تحفظ لكبار السن حقهم في حياة صحية مديدة وعناية فائقة ومساندة في تواصلهم الدائم مع المجتمع هذا بالتحديد ما تقوم به هيئة الصحة بدبي من خلال مركز ملتقى الأسرة اللي استطاع اللهم لك الحن في وقت وجيز أن يكون الوجه المفضلة لدى المسنين الباحثين عن أنماط حياة متجددة ومعززة للصحة هنا مستوى الخدمات اللي توفرها الهيئة من خلال هذا الملتقى وأيضا بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر اللي بيوافق إن شاء الله يوم بعد باتر الخميس 21 سبتمبر دكتورة أبغى أتكلم في البداية عن المركز ونوعية الخدمات اللي تقدم من خلال هذا المركز المركز أصلا شو مفهومة شو اللي تسعون أنتوا من خلال تواجدكم في هذا المركز لتوصيله هل هو يعني نسمع في بعض البلدان أو كذا يسمونه شو يسمونهم دار عاية الشواب أو دار المسنين أو كذا فلا أنتوا عندكم مفهوم مختلف بالضبط فخلينا نتعرف عليه إحنا ننظر لمرحلة شيخوخة نظرة إيجابية يهمنا أن الشخص لما يوصل 60 سنة ما يحكم على نفسه بالموت بعد 60 سنة في حياة مختلفة بعد 60 سنة الشخص من حقه أنه يحصل مكافأة على كل اللي يسوا في حياته اشتغل وربع عياله وكبرهم وزوجهم وسوا كل المطلوب منه Now it's the time أو الحين الوقت المناسب لهذا المسن أنه يستمتع بجودة الحياة إحنا نركز في مركز ملتقى الأسرة على جودة الحياة على النظرة الإيجابية للشيخوخة على سعادة المسنين يمكن هاي الشغلة اللي تجذب كبار السن للمركز لأنهم يلقون سعادتهم وراحتهم في هذا المركز المركز يقدم خدمات متكاملة لكبار السن يقدم رعاية تمريضية للمرضى المقيمين وأنواع الإقامة بعد تختلف في إقامة دائمة للمرضى اللي ما عندهم أقارب من الدرجة الأولى هذا الشرط الأساسي أنت تكلمت في البداية عن قيم المجتمع إحنا لازمنا مجتمع الإمارات يقدر ويحترم كبار السن ودائما يخليهم الأهالي يخلون كبير السن معهم في البيت نادر جدا أنك تلقى حالات يقولون لا ما نبغي ما نقدر نتحمله المركز ياخذ حالات الإقامة طويلة للأمد للي ما عندهم أقارب من الدرجة الأولى في نوع ثاني من الإقامة اللي هي الإقامة المؤقتة أو respite care رحنا نسميها في حالة لما يكون المسن عنده شخص يعتني فيه خادم ممرض أو حد من أهله والأهل مثلا بيسافرون أو هذا الشخص رح يسافر ممكن يدخل عندنا في المركز فترة مؤقتة ويرجع يطلع ممتاز هذا بالنسبة للإقامة وعندنا حالات معروفة يعني مثلا واحد كل صيف يسافر ويبلمسن عندنا المركز والفترة فترة سفرة ويرجع يأخذه وعندنا طبعا المرضى أو المراجعين الخارجيين هذين اللي هما الأغلبية هذين الناس اللي يأيين من بيوتهم بإرادتهم مبسوطين وفرحانين أنهم بيصيرون مكان مختلف مكان فيه ناس تقدر عمرهم تحترمهم تي تزورهم تي مخصوص مثلا طلاب المدارس أو الجامعاتيون مخصوص علشان يسمعون لهم يستشيرونهم في شغلات في بروجيكت في أبحاث تخص دراستهم هذا كل بحد ذاته يخليهم يحسون بأهميتهم هاي شغلة يمكن ما يحسون فيها في البيت خاصة فترة الصبح لما العيالهم كلهم يكونون في الدوامات وتلقي المسن بروحها المركز يعطي المسنين فرصة للالتقاء بأصحابهم فعلا صاروا ربع نفس المسنينيون بشكل يومي يتلقون خدمات طبية خدمات تمريضية خدمات إعادة تأهيل فيزيو ثيرابي وخدمات اجتماعية ويتغدون ويروحون بيتهم طيب في شروط معينة دكتورة انتوا عشان تستقبلون هذه المسنين يعني في شروط معينة بالنسبة للمراجعين الخارجيين ما في شروط إلا أنه يكون مواطن وفوق الستين سنة فقط فوق الستين سنة فوق الستين سنة بعد الشباب دكتورة يعني هو تعريف منظمة صحة العالمية لا زال ستين خمس وستين ونأخذ مرات حتى في الخمسينات لأنه ما في يعني شيء متميز في مركز ملتقى الأسرة بالنسبة للعلاج الطبيعي احنا المركز الوحيد في هيئة الصحة اللي يقدم علاج طبيعي مستمر ممتاز شو طبيعة العلاج الطبيعي يعني بقولك مثلا المريض عنده مشكلة معينة يروح للعلاج الطبيعي في مستشفيات الهيئة سواء كان مستشفى دبي أو مستشفى راشد يعطونا سيشنز معينة مثلا أو جلسات معينة مثلا أربع سيشنز أو ثمانية من عقوبهم خلصهم خلاص ما يقدر يكمل إلا لما يرجع يشوف الدكتور ويرجع يكتب له تحويل مرة ثانية إحنا الوضع عندنا مختلف إحنا نتعامل مع كبار السن اللي عندهم مثلا مشاكل مزمنة التآكل في المفاصل ألم في الركب في الشاتف في الظهر هاي المشاكل ما رح تروح هذي محتاجة شيء اسمه مينتنانس فيزيو ثيرابي أو يعني العلاج الطبيعي المستمر العلاج الطبيعي المستمر مو موجود في هيئة الصحة إلا في مركزنا إحنا نشوف مرضى صالوهم سنوات يترددون على المركز وهذا شيء يمكن من الشغلات اللي تخليهم يتمتعون بصحة وعافية صحة جسدية وصحة نفسية نتيجة وجودهم في هذا المكان ووجود المحفزات اللي طول الوقت تحفز ذاكرتهم فتبعد عنهم الزهايمر ممتاز أنا بتطرق لموضوع الزهايمر إن شاء الله بعد الفاصل ولكن بعدنا يبغي أركز على الخدمات اللي تقدمونها في هذا المركز هذا عن الرعاية النهارية نسميها دكتور؟ لين الغداء نزيل؟ وذكرنا عدد من المستفيدين من هذه الخدمات لكن اللي طالعين برا خلصوا هذه الفترة الصباحية تغدوا وردوا في ناس بعدهم في المركز شو اللي تسوونهم إياه؟ الناس اللي في المركز طبعا تبدأ رعايتهم من الصبح الحمام الصباحي رعاية الشخصية أو نظافة الشخصية الريوق أخذ الأدوية توجههم للعلاج الطبيعي أو العلاج المهني استمتاعهم مع أقرانهم من المراجعين الخارجيين من الأنشطة والأكتيفتيز النشاطات اللي تم عملها وترتيبها في المركز في زيارات خارجية ممكن أن نطلعهم برا وفي زيارات داخل المركز الأسبوع اللي آيو اللي بعده احنا لأنه عندنا واحد أكتوبر اليوم العالمي للمسن فعندنا العديد من الجهات والمؤسسات اللي مرتبة فعاليات معينة وأنشطة معينة رح تكون رح يتم عملها داخل المركز طيب المركز دكتورة يعني ذكرنا نحن في البداية نوصل لمستوى أن يكون من النماذج العالمية اللي يحتذا فيها الحمد لله أبغي عرف كيف وصلتوا لهذا المستوى شو الأشياء اللي حققتوها بقول لك شغلة التعامل مع المسنين مو شي سهل و يعني أنا دائما أقول دكتورة سلو سويدي ما تشتغلوا بروحها أنا عندي تيم في منتهى الروعة فريق في منتهى الروعة في المركز أفتخر أن أنا واحدة منهم الموظفين في المركز يحبون شغلهم يحبون تعاملهم مع كبار السن كبار السن تعامل معهم مرات ما يكون سهل يكون في منتهى الصعوبة خاصة لما يكون مريد عنده زهايمر تلقى الموظف عنده طولة بال قلبه كبير يتحمل يشوف المسن ويقابل بابتسامة مبتسمين الحمد لله حتى مرات مثلا كبير السن اللي عنده زهايمر ممكن يغلط عليهم أنا أرفع لهم القبعة بصراحة لي كافة الموظفين سواء كانوا التمريض اللي عليهم اللود الأكبر أو الجهد الأكبر هم اللي سبحونهم هم اللي أكلونهم هم اللي يتحملون عصبيتهم هالأمور كلها لما الموظف ياخذها برحابة صدر ويحط في بالنا لا ترى هذا ريال كبير هو ما يقصدني أنا يعني بالذات هو مثلا نمع الصب هو عنده زهايمر أو يلأكسبت هذا الموضوع هاي شغلة يعني مخلية الموظفين متميزين لما يكون عندك طاقم متميز أكيد رح يكون المركز متميز من ضمن الشغلات اللي إحنا نفخر فيها أنا أعداد أعداد المراجعين الخارجيين زادت لما أقول المراجعين الخارجيين يعني الناس اللي يأيين من بيوتهم ما قاعد ينظرون للمركز نظرة سلبية ما قاعد يقولون هاي لا دور عجزة مثل ما بعض الناس تقول ومثل ما الميديا مرات يعني للأسف تبين دور المسلسلات في المسلسلات اللي نشوفهم وهذه أشياء خاطئة بالضبط أحنا هدفنا أن المسن يكون ياي بروحه هاي نمبر ون بإرادته مبسوط مستانس وملتزم بالمركز ملتزم بالحضور يعني أنا عندي بعض المسنين المراجعين الخارجيين اللي هما ملتزمين بالحضور للمركز من تاريخ افتتاح المركز من أكثر من عشرين سنة يعني هذا المسن لأنه ملتزم بحضوره للمركز عنده علاقات اجتماعية عنده وهوايات معينة يمارسها في المركز هذا المسن لو كان في بيتها وما كان يطلع وما كان بيصير مكان ما كانت بتكون حالتها ذهنية مثل ما هي حاليا يعني متمتع الحمد لله بصحة وبعافية وبقدرات ذهنية طبيعية طيب أنا هنا بعد أبغي أنوه دكتورة نهاية الصحة بدبي كذلك حتى تتوجه إلى المسنين في بيوتهم من خلال برنامج معين الزيارات المنزلية هذا من البرامج اللي يعني مؤخرا حتى مستشفى حتى قام يقدمها كذلك أن نقل هذه الخدمات الصحية إلى منازل كبار السن كبار السن يعني نحن أنا دائما أشوف يعني كبير السن اللي هو يقرر أنه يكون كبير سن مو بأن صح 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 نحن نقول العمر هو فقط رقم طيب دكتورة قبل أن نطلع فاصل أيمن بس بأخذ يعني بعض التقارير اللي كانت عندكم عن مستوى رضا العملاء والرضى الداخلي عندكم لأن أنا عارفة عندكم مستويات عالية فا وين وصلتوا أمية بالأمية ما شاء الله أمية بالأمية أمية بالأمية نسبة رضا العملاء وهذا هاي الشغلة اللي أقول لك يعني هاي ترجع لمنول ترجع للموظفين ما ترجع لي أنا ترجع للطاقة معارف كيف يتعاملوا إياهم معارف يعني قادر يلبي لهم طلباتهم مرات كبار السن عندنا في المركز يطلبون أشياء غريبة أنا عندي موظف يعني عندي موظفيني في المركز ما في موظفي يقول أنا هذا الجوب ديسكريبشن مالي وهذا اللي أسويه بس ما رح أسوي أكثر عن شذي ما في الحمد لله فدبي عموما نحن يعني تعودنا على على منظومة إبداع ومنظومة عمل بالضبط يعني الواحد ممكن يسوي كل شي بس عشان يعني هو يحس أن المسألة أنا ما قاعدة أشتغل لأننا قاعدة أشتغل أنا المسألة أساهم في تنمية هذا المجتمع وعندهم يعني الحمد لله كل موظف عندنا في المركز عنده هذا الشعور عنده هذا الشعور أنه أنا دوم أقول لهم يعني إحنا في هالمركز نحصل أجر قبل الراتب كافي أن الشخص الكبير بسن يرفع عيده ويدعي لك هذا بروحة كم يسوى يعني صحيح في شغلات يطلبونها كبار السن من الموظفين أنا ما أمانع فيها أبدا مثلا أنه مثلا سيارتي خربانة صلحوها يودونها القراج ويصلحونها ويساوون الشغلة من طيب خاطر يعني حدني بعد أوقات الدوام الرسمي مثلا وصلني مستشفى دبي معنى المسن ممكن يكون عنده سيارة البارحة واحد من المسنين في واحد عنده سيارة كلاسيك جديمة يغني لنا يعني كان دوم يغني ويحب أنه هو يقعد يغني ويسمع له يعني إحنا إحنا فليكسبل مع المسنين إنت ماتي في مرحلة الشيخوخة تعاند كبير السن أو ما تلبي لطلبه صحيح إحنا موجودين لخدمتهم وهذا شيء يسعدنا ممتاز أخطر مرض ممكن يصادف كبير السن واللي بيخلي التعامل معه جدا صعب اللي هو الزهايمر دكتورة نحن ما نتكلم عن هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله فاصل مستمعينا بعد الفاصل ما نتكلم عن الزهايمر بالتفصيل مع الدكتورة سلوى سويدي مدير مركز ملتقة الأسرة فابقوا معنا رقام التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة فاصل وراجعين صحة وسعادة سدى الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي كنا قبل الفاصل نتحدث عن الخدمات التي تقدم من خلال مركز ملتقى الأسرة تابع لهيئة الصحة بدبي معنا في الستوديو الدكتورة سلوى السويدي مديرة المركز مستمعين تعرف منظمة الصحة العالمية الخرف بأنه متلازمة تتسم بحدوث تدهور في الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على الاطلاع بالأنشطة اليومية وتقول المنظمة أن هناك في جميع الحاء العالم نحو 47.5 مليون من المصابين بالخرف ويشهد كل عام حدوث 7.7 مليون ألف حالة جديدة من هذا المرض ويعد المرض مرض الزهايمر يعني أكثر الأمراض شيوعة وأكثر الأسباب الخرف من المحتمل أنه يساهم في حدوث 60 إلى 70% من هذه الحالات طبعا بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر نريد أن نتعرف أكثر عن هذا المرض وعن المواضيع الذي فيه مع الدكتورة سلوة صبحت الله بالخير مرة ثانية دكتورة الآن الشقة اللي ما نتكلم فيه عن الزهايمر كان فيه سؤال أحد المستمعات تقول هل صحيح أن الأفوغاتو ممكن يقلل من مخاطر الزهايمر عند الكبر وتقول أن هذه المعلمات يابتها من دراسة نشرت في أحد المواقع قبل أن نجاوب على هذا السؤال دكتورة شو هو الزهايمر؟ الزهايمر عبارة عن مرض من المهم جدا نحن نعرف أنه مرض وليس جزء طبيعي من الشيخوخة الطبيعية بمعنى أنه مو كل كبير السن اللي تقدم فيه العمر لازم يصير عنده زهايمر نحن نشوف ناس معمرين وصلوا أمية سنة أو فوق الأمية سنة ولا زالوا محتفظين بكافة قدراتهم العقلية هذه معلومة جدا مهمة لازم كل الناس يكونوا حاطين في بالهم هذا الشيء زهايمر مرض يصيب خلايا المخ تم اكتشافه سنة 1906 كان في عالم ألماني اللي هو اسمه الويس الزهايمر واللي سمي المرض على اسمه لاحقا كان العالم الألماني هو طبيب أحصاب كان يتابع حالة مريضة بالخمسينات كان عندها أعراض غريبة كانت تنسى أسماء الناس اللي وياها أسماء أهلها كانت تطلع من البيت وما تعرف ترجع مرة ثانية كان عندها بعض السلوكيات الغريبة كانت تتغار على زوجها تم يتابع حالتها من 1901 تتغار على زوجها ليس بسلوك غريب بطريقة مطبيعية بطريقة فيها هلاوس فتم يتابع حالتها من سنة 1901 إلى 1906 لما توفت يعني بعد خمس سنوات عمل تشريح للدماغ في حالتها ولاحظت ترسبات بروتين معين موجودة في كافة أنحاء الدماغ مالها هذه الترسبات عبارة عن بروتين معين لاحقاً أطلق عليه أمايلويد بروتين وبعدين كل حالات المشابهة لها لما كانوا يسوون برين أوتوبسي أو تشريح للدماغ كانوا يشوفون نفس البروتين شو هذا البروتين؟ هالبروتين إحنا طبعاً في الدماغ الطبيعي في 100 مليار خلية عصبية تقريباً ويحتاج كمية معينة من الدم باستمرار علشان يستمر بأداء وظائفة يحتاج تقريباً كمية كافية من الدم إنها تمر بالدماغ كل دقيقة تقريباً لتر من الدم يمر في الدماغ كل دقيقة كيف الدماغ يشتغل؟ مثلاً أنت اليوم قررت أنك تسوي لك فنيان قهوة على قد ما نشوف الموضوع بسيط أنت بتروح بتسوي لك قهوة أو شاي مثلاً بتحط التيباق وبتصب فوقها الماء وانتهى الموضوع وشكر هذه العملية بحد ذاتها محتاجة تواصل بين الخلايا العصبية الخلايا العصبية تتواصل فيما بين بعضها البعض علشان توسلك الأكشن أو الفكرة أنت فكرت أنك تسوي لك شاي رحت المطبخ حتيت الماء في البويلر شغلتها يبت الفنيان حتيت الشكر حتيت تيباق تفكر مثلاً يعني كل هالأمور محتاجة تناسق فيما بينها البعض علشان يطلع الأكشن أو التصرف كيف الخلايا العصبية تتواصل بينها وبين بعض عن طريق ناقلات عصبية في حالة الزهايمر لما يكون في ترسب البروتينات معينة سواء كانت داخل الخلية العصبية نفسها أو بين الخلايا يصير التواصل مكتوع مش طبيعي في خلية تفكر بشغلة وخلية ثانية تفكر بشغلة ما يدرون تواصلونه لبعض فبالتالي الأكشن ما يكون موجود يعني المريض الزهايمر يبغي يسوي شاي نفس الشخص الطبيعي شخص طبيعي يسوي الشاي وحطي الشكر وشرب الشاي مريض الزهايمر ممكن يأخذ الفنيان ويروح للحمام ما يعرف أنه لازم يروح للمطبخ ممكن يأخذ يعني ممكن يسوي يصب الماء بدون ما يحطي باقي هذه العراض تختلف هذه العراض ممكن نقول عنها دكتورة هذا هو فقدان الوظيفة فقدان الوظيفة نفسها فقدان الوظيفة الآن نرجع للخرف انت سألتني الخرف أنواع وائد من ضمنها الزهايمر اللي هو the most common أو أكثر أنواع الخرف شيوعا هو الزهايمر انت ذكرت 70% أنا أقول لك لين 90% من حالات الخرف عبارة عن الزهايمر طيب دكتورة يعني انت ذكرت بعض الأسباب العلمية اللي ذكرت أنا ما ذكرت الأسباب أنا قلت لك شو يصير في المخ بالضبط اللي هو نقص البروتين ترسب البروتين فبالتالي يؤدي إلى خلل في التواصل بين الخلايا العصبية الخلايا العصبية تصير ما تدر تتفاهم مع بعض من وين هي؟ شو السلوكيات اللي نحن نسوي عشان هذا الترسب يتم في مخ بالنسبة لمرض الزهايمر ما أحد عارف شو أسباب الترسب هذا حتى كان في بعض الدراسات تحاول أنها تسوي لقاحات معينة أو تطعيم معين بحيث أنه هو يخلص الجسم من هالبروتين اللي يترسب وللأسف هاي يعني كلها كانت في طور الأبحاث ولا زالت وما أثبتت فعاليتها هذا من نسبة للزهايمر طيب يعني ما لعلاج؟ أنت حين دخلت في العلاج أقول لك عن الزهايمر أول شيء؟ قولي لما نتكلم عن الزهايمر مثل ما ذكرت الموضوع مو بس موضوع خلل في الذاكرة مثل ما تكلمت خلل في الذاكرة وفي اللغة وفي الكلام وفي السلوك يعني مو بأي شخص عنده مشاكل في الذاكرة فقط أقدر أقول عنده زهايمر زهايمر مثل ما ذكرت متلازمة لازم يكون في أكثر من وظيفة ذهنية أو قدرات إدراكية للمريض تأثرت علشان نقدر نقول عنه أنه عنده زهايمر الذاكرة بالمقام الأول واللي هي ذاكرة قصيرة الأمد تبتدي أولا بذاكرة قصيرة الأمد وفي مراحل زهايمر الأولى المريض ينسى وين حط سويت سيارته مثلا ينسى شو تريق اليوم ينسى الشغلات ينسى من ومر عليه البارحة ينسى الشغلات اللي هي اللي صارت مؤخرا والله أنا عندي هاي المشكلة دكتور فيه وائد ناس عندهم هاي المشكلة عشان تقدر تقول زهايمر مو بس الذاكرة لتكون متأثرة الذاكرة وشغلات أخرى عندي مريهان وميرا بعد تشهد يعني أنه ما أطلع من الستوديو إلا ناسي غرب من أغرابي في الستوديو يوميا هذا الكلام لأنك تنسى أوكي لأن الإنسان مرات يكون under stress مخه مشغول بشغلات معينة مريض زهايمر رح نتكلم عن نسيان ممكن يؤدي إلى عرقلة حياته اليومية طيب إذا ما يعني منو جزء الأسباب أسباب الزهايمر الدكتورة السبب الأساسي اللي إحنا ما نقدر نسوي لأي شي هو التقدم بالعمر ليش الزهايمر الحين الآن صار مرض شائع جدا البارحة كنت أقرأ واحد من كل خمس يابانيين رح يصير في زهايمر واحد من خمسة ليش يابانيين؟ لأنهم معمرين لأن اليابان فيها أكثر نسبة من المعمرين فأقول لك عامل الخطر الرئيسي هو العمر التقدم بالعمر كل ما تقدم الإنسان بالعمر كل ما زادت فرصة ترسب البروتين في الخلايا البروتين عبارة عن كأن الخلية فقدت دورها كأن الخلية خلاص تعبت صار فيها بروتين ترسب عليها جيمت مثل ما إحنا نقول صار فيه بروتين داخلها يخليها ما تأدي وظيفتها بشكل طبيعي وصار فيه بروتين حواليها فما تقدر تتواصل مع جارتها الخلية اللي عدالها فالتقدم بالعمر هو السبب الرئيسي يزيد الزهايمر في مرحلة ما بعد الـ 65 أو 65 سنة كنت تقول لي الحالات اللي أقل من الـ 65 سنة حالات نادرة جداً أوكي طيب هذا السبب الرئيسي هذا العمر بالضبط في الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم مراد السكري طبعاً السمنة نمط الحياة غير الصحي قلة التعليم الإنسان اللي ما يشغل مخها البرحة كنت أقول في العيادة الذكية كان في وحدة تقول لي أنا ما بستخدم مخي وايد عشان ما يستوي لي زهايمر هذا غلط هذا غلط بس هي شو الكونسبت اللي عندها إن أنا أبغي أريح خلايا المخ ما بغي أستخدمها عشان ما يصير فيني زهايمر هو العكس مثل السيارة ما بغي أمشي فيها كيلومتر زيادة بالضبط هو كل ما شغلت مخك بزيادة وتعلمت مهارات يديدة وقدرات يديدة وتعلمت لغات يديدة هذا كله أثبت فعاليتها في الوقاية من الخرف وقاية منها هذا واحد من أساليب الوقاية في أشياء ثانية كنا سألنا عن الأفوغات وحد سأل في بداية في طبعاً الالتزام بوزن معين أنا قلت زيادة الوزن ممكن سبب زهايمر الالتزام بالأكل الصحي أوكي الابتعاد عن السكريات والأكلات المصنعة اللي فيها شغلات أو أديشن يعني مواد حافظة الخضار والفواكه فيها أنتي أكسيدنت فيها مضادات الأكسيدة وهي كلها تساعد المخ أنه يشتغل بطريقة أفضل من ضمنها الأفوغادو الرياضة طبعاً الرياضة تقي من السمنة الرياضة تقي من السمنة الرياضة تنشط الدورة الدموية تنشط الدورة الدموية الرياضة وتكون رياضة أصلاً يعني مثلاً مرة في الشهر مرتين تكون رياضة ثلاثين دقيقة خمس أيام في الأسبوع في ناس يسوون يوغا وهالشغلات دكتور عدم تنفع من الأكثر إصابة بالزهايمر الرجال أم النساء النساء كم نسبتهم؟ ما قدر أقولك نسبة بس النساء أصلاً تعيش فترات أطول من الرجال فيمكن هذا السبب شو السبب أن الحريم يعيشون أطول؟ الرياضة ممكن يولي بوارا الحرمة تنقص عليه الأستروجين نوعاً ما هرمون أنوتها أو الأستروجين نوعاً ما يشتغل كحماية لليقلب في الفترات الأولى أو فترات الأدالتفود من أسبوع النساء طيب الآن أنا بغي أتكلم دكتورة عن جانب آخر بما أن عندي تقريباً أقل من خمس دقائق أبغي أتكلم عن الشخص اللي يصادف مريض زهايمر كيف يقدر يتعامل مع هذا المريض وشو اللي لازم يسويه؟ أوكي مريض زهايمر يعيش فترات طويلة جداً من تاريخ تشخيص المرض أوكي ممكن يعيش من سبع سنوات إلى عشرين سنة فبالتالي مهم جداً أن الشخص اللي يتعامل مع المريض يفهم المرض يفهم ما راح للمرض تطوره المرض كيف راح يتطور ويحط في باله أن المرض ما راح يخف ما في علاج جدري للزهايمر أنا ما راح يأشخص مثلاً بس ممكن أوقف تدهور الحالة بالضبط يعني في مراحل مرحلة الأولى المرحلة المتوسطة المرحلة المتأخرة مرحلة المتأخرة يفقد فيها المريض قدرته على الكلام ويصير معتمد اعتماد كلي على الكيركيفر أو على الشخص اللي يعتني فيه الأدوية شو ممكن تسوي سواء كانت أدوية عقاقير طبية أو يعني علاج غير دوائي شغلات معينة ممكن يسويها الشخص العلاج شو يسوي العلاج يأخر سرعة أو يقلل سرعة تدهور المرأب المريض ممكن يتم مثلاً بدل ما يتم سنتين في المرحلة الأولى ممكن يتم خمس سنين في المرحلة الأولى فمهم جداً أن الكيركيفر يعني الشخص أو الراعي المسن يكون فاهم المرأب عشان يقدر يتقبل المسن المريض الزهايمر ممكن يتهمك أنك أنت تبقى تسترق بيزاتها ويتصل في الشرطة وهذا شيء يصير وهذا شيء نحن نشوفها بشكل يومي الأهالي يقولون والله أمنا كل يوم تتصل في الشرطة الشرطة صار وحضر رقم تليفوننا هذه شغلة نشوفها بشكل يومي من المهم جداً أن الكيركيفر يكون فاهم المرأب عشان ما يزعل من المسن في ناس تزعل ما ترضى على نفسها خاصة إذا كان مبقريبي يعني خاصة إذا كان مثل بشكارة ممرض هذا يسأل واحد يقول كيف عرف أنه مصاب المرض وأنا أول مرة أشوفه هل يوم يتكلم معه ولا شيء لا مو بس الكلام هو شخص العادي ممكن ما يقدر يشخص الزهايمر ممكن يشوف إنسان طبيعي صح؟ مريض الزهايمر ياخذ مثلاً سنتين بأعراض فيق احنا نقولها يعني أو مش واضحة لغاية ما يبدأ يتشخص يعني نادر جداً أنا كطبيبة إن الأهل يبوني مريض يقولوني من تاريخ مثلاً واحد عشرة صار عنده زهايمر ما حد يقدر يحددها التاريخ بيقولوني هالأعراض اللي عنده صلىها سنة سنة ونص سنتين أوكي بعدين يوصلوا لاستشارة تببية ويتم تشخيص إنه مصاب بزهايمر جميل دكتور أنا آخر سؤال عندي يعني أبغي أعرف يعني إذا أنا وصلت مرحلة من العمر كل سنة أنا سوي تشيك أب أو كل سنتين أسوي فحوصات معينة هل من ضمن هذه الفحوصات أنا ممكن إذا التزمت فيها ممكن أقي نفسي من هذه الأمراض الفحوصات الطبية تخليك تسوي كنترول على الأمراض المزمنة الأمراض المزمنة اللي أنا اللي ذكرتها ارتفاع ضغط الدم السكري الوزن هالأمور كلها لما يكون في أنت كل سنة تسوي وشايف نفسك مثل كان عندك بداية سكر واشتغلت على عمرك بالرياضة ونزلت وزنك وتحسنت السكر هالأمور كلها تقي من الزهايمر بالإضافة لل يعني الشخص ممكن يبتدي في مرحلة الشيخوخة رياضة مثل ما ذكرنا رياضة دائما مفيدة حتى لو ابتداها الشخص بعمر متأخر جدا رياضة بالسبعينات تعطي نتائج لما يبتديها أوكي طول حياتها ما كان رياضة يبتدي في السبعينات يسوي رياضة ممكن يكون لها نتائج إيجابية وأثبتت الدراسات إنها مفيدة وتنفع لي سواء كانت للزهايمر أو للحالة الجسدية بشكل عام جميل دكتورة كلمة أخيرة تبغي تقولينها أو شيئا ننسيت أذكرة خلال هذا الحوار قبل ما نختم في شغلة جدا مهمة الزهايمر مرض لازم الأهل ما يستحون منه أنا لاحظت من خلال تعامل مع الأهل الأهل شوية يتحاشونه يفتشلون يستحون يقولون واحد من أهلنا أو أبوي أو أمي عنده زهايمر فبالتالي شوية يحبسون المريض في البيت يحاولونهم يتحاشون إنه يتعامل مع الناس إيش هذا مريض يعني مفروض عادي لأن الناس تحط في بالها إنه مثلا أوكي لو قلنا عندنا حد مصاب بالزهايمر ممكن الناس يحطون في بالهم إنه هذا وراثي ونحن كلنا ممكن يصير فينا زهايمر فهذه فكرة مغلوطة للأسف حتى مريض زهايمر حقه إنه يعيش وإنه يغلط مش مشكلة لما يكون فيه كالتشر أو ثقافة الناس عارفة أو المجتمع فاهم إنه المريض عند زهايمر دان الأمور بتكون أسهل دكتور سلوى سويدي مدير مركز ملتقى الأسرة تابع لهيط الصحة في دبي نحن تحدثنا عن الخدمات التي تقدم في هذا المركز وإيضا عن مرض الزهايمر الذي سوف يصادف اليوم العالمي له يوم بعد غد الخميس إن شاء الله الخميس إجازة ولا ما بجازة حين لا يحي ما أعلنوا إجازة أعتقد إجازة لا يحي ما أعلنوا يقولوا غرة محرم إن شاء الله يعني إذا إجازة ترى أنا إجازنا واستعنسنا إذا دوام حلو دوام دوام جميل زادش الله خير دكتور سلوى مشكورة أيضا حد يقول يريد يكون عندكم حلقة عن الرجيم والأكل الصحي وسبل الوقاية من الوزن الزايد إن شاء الله بتكون عندنا حلقات كثيرة تقريبا سبوعيا ما تطوف علينا حلقة إلا تكلمنا عن الوزن وتكلمنا عن نمط الحياة صح هذا الكلام أيمن؟ صحيح يقول أيمن عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله يوم غد مع مواضيع جديدة قبل تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وكانت معنا في التنسيق ميرا اللي اغفلي مشكور يا ميرا حصلي فاركم من وقت يا ميرا شكرا لك يا أيمن دائما مبدع أيمن ينصحكم بالرياضة الصباحية اللي هي السباحة يقوله يعني مواضب على السباحة مع أني أنا شك مواضب 100% كل يوم يوميا يقول عمويا زاك الله خير يا أيمن هذه تحياتي ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة